السلام عليكم سنشاهد في هذا الفيديو طريقة طباعة أي ملف من هاتفك على أي طابعة وبدن استعمال أي كمبيوتر تابع معي خطوة وخطوة كيف يتم ذلك فنحتاج أولا كما ترون أمامكم إلى وصلة OTG جهة ESP كما ترون وجهة للهاتف نختار بينهما أما التي بالخيط أو التي العادية هذه بدون خيط سنستخدم هذه الصغيرة هنا بدون خيط نحتاج ثانيا أيضا إلى خيط طابعة كما ترون جهة ESP وجهة طابعة وطبعا نحتاج إلى طابعة من الهاتف لنقوم بتثبيت التطبيق عليه وأيضا طابعة وإلى ورق مسندات كذلك كما ترون من الحجم ألف أربعة نقوم بتركيب الخيط الطابعة جهة ESP هكذا بوصلة OTG بهذه الطريقة وهكذا لدينا جهة للطابعة وجهة للهاتف الآن نقوم بالانتقال إلى الطابعة كما ترون تهيئة لعملية الطبعة نقوم بفتح هكذا حامل المستندات ثم نقوم بأخذ كمية من الورق وهكذا ورضعه في الحامل بهذه الطريقة فهكذا نقوم بفتح الدرج الخارجي هكذا للطابعة المكان الذي يخرج منه الورق هكذا الآن انتبه معي جيدا تلف الطابعة بهذه الطريقة ثم تذهب هنا إلى الزاوية في هذا المكان نقوم بإحضار الخيط نركبه بهذه الطريقة كما تشاهدون أمامكم هذه الجهة ESP تقوم بتدوره بزاوية 90 درجة إلى اليسار بهذه الطريقة وتقوم بتركيبه هكذا نتابه جيدا نقوم بتدوره إلى اليسار بزاوية 90 درجة ونركبه بشكل عادي والجهة الأخرى من الخيط تقوم بتركيبها في الهاتف هكذا مع وسطة OTG والآن نذهب إلى تطبيق الطبعة سأتركوا مرابط التطبيق بصندوق الوصف وفي أول تعليق يعني التطبيق الخاص بتثبيته نقوم بتثبيته على الهاتف بعد الدخول على التطبيق كما ترون لو ضغطنا هنا في الخيال الأسفل كما ترون يعني ثم على ESP هكذا وما ضغطنا الأعلى هنا على الرفريش لنجد الطابعة ماذا نفعل؟ نقوم بالولوج إلى الإعدادات هكذا ثم نقوم بالبحث هنا على OTG تبحث على الإعدادات الخيال OTG كما ترون تظهر لك OTG كما ترون نقوم بتفعيلها هكذا بهذه الطريقة وبعد تفعيلها نقوم بالعودة إلى التطبيق كما ترون بعد الضغط على الأسفل ستظهر لك طابعة هنا في الأعلى على حسب اسم طابعتك نقوم بالضغط على اسم الطابعة هكذا إذا كنت تريد تحديد على اسم طابعتك بنفسك تضغط على الخيال الثالث منير سيلكتد هكذا ثم تقوم باختيار اسم طابعتك سواء PHP أو Canon أو غير ذلك تملكها ثم تحدد فئة التي تنتمي إليها طابعتك إذا كنت تريد من التطبيق أن يحدد أوتوماتيكا على الطابعة تضغط على خيال جينيريك بهذه الطريقة بعد ذلك تظهر لك أنه قد تم تثبيت الطابعة على التطبيق الآن يمكنك طبعت أي مستند أو صورة أو أي شيء تريده الآن بعد أن تبتنا الطابعة على التطبيق سنقوم بأخذ المثال سنقوم بتباعة مستند عبارة عن كتاب سنقوم بتباعة صفحة معينة نقوم بالذهب إلى خانة المستندات الخيار الثاني هكذا ثم نقوم باختيار مسند ثلاثة التي تقوم بتباعته أو أي مسند تريد تباعته تحدد عليها هكذا ذلك سيتحمل تطبيق كما ترون أمامكم تبقى صفحتي وتختار الصفحة التي تريد تباعتها أي صفحة تريدها وعلى الرقم في الأسفل كما ترون مثلا أنا سأقوم بتباعة الصفحة رقم ثلاثة مثال وسنقوم بتباعة صفحة رقم ثلاثة نضغط هنا على الإعدادات هكذا ثم نبدأ بتعديل الخيارات نبدأ في الأعلى كما تدنا على عدد النسخ نختار عدد النسخ التي تريد تباعتها كما تشاء تستمر في تعديل الخيارات الخيار الذي بعده هو خيار إذا كنت تدوني تباعة الجميع الصفحة أو كتاب أو تباعة صفحة معينة كما قلت لك أطبع الصفحة رقم ثلاثة لذا تقوم بالضغط بخيار الخامس ثم أقوم بكتاب الثلاثة ثم ثلاثة هكذا بعد ذلك تذهب إلى الخيار الأخير تعدل حجم الورق بما وضعنا مثلا أربعة ألف أربعة هكذا والخيار الأخير تقوم بتحديد على الأوتو أو النورمال هكذا تضغط عليها ثم تضغط على أوكي وبعدها نقوم بالتعديل على جميع الخيارات نقوم بالضبط أو بالضغط على الطباعة هكذا تبدأ عملية الطباعة لاحظوا قد بدأت عملية الطباعة وبهذا إخواني قد وصلنا إلى نهاية هذا الويديو فلا تسلونا بالاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته